الرئيس السيسي وجهه بتطبيق أعلى معايير السلام والأمان النووي لمحطة الضبع السلطات العراقية تبدأ التحقيق في أحداث المواجهات بساحة التحرير رئيسة الحزب الدستوري الخربي تونس طالب المشيشي بتشكيل حكومة خالية من النهضة العشرة صباحاً الثمانة بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية تأتيكم من القيرة مرحباً بكم في البداية نرغم جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك نبدأ مع حضراتكم مشاهدي الكرام هذه النشرة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للكهرباء ومحطة الضبع النووية وجه الرئيس السيسي كذلك بتطبيق أعلى معايير السلام والأمان النووي لمحطة الضبع اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ودكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربي الإقليمي وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبع وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكانة واستخدام العددات الذاكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة وفعالية ألية التحصيل كما وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمي في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام وقد وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فضلاً عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة في منظومة توليد الكهرباء ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض خطوات تطوير التغذية الكهربية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكا وشرق العينات وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء فضلاً عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر التقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمية كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبع حيث وجه السيد الرئيس بضرورة ضمان أهل معيير السلامة والأمان النووي وفقاً للقواعد الدولية مؤكداً سيادته أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القادة الأعلى للقوات المسلحة أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلح وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمة الطبية والمطهرات وذلك الوقوف بجانب الشعب اليمني في محنته ومجابهات انتشار فيروس كورونا والأوباء الأخرى المنتشرة باليمن حيث تم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض لليوم الثاني تتواصل الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابة مجلس الشورى والمقرارة في أغسطس المقبل كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد أعلنت القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ وتضمنت الكشوف الرموز الانتخابية للمرشحين وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب بعد تسلم لجان الفحص والبث في صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارية أعلات وزارة الصحة عن تسجيل 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا 48 حالة وفاة ونوها المتحدث باسم وزارة الصحة خلد مجاهد بخروج 928 متعفية من بارس كورونا من المستشفاءات وذلك بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من البارس إلى 33831 أعلات وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ العديد من الإجراءات الطبية والتي تكفل خروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كورونا وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق مبدأ العزل الصحي قبل وبعد أداء فريدة الحج على جميع حجاج هذا العام وذلك بهدف التأكد من خلوهم تماما من فيروس كورونا مع بدء توافد حجاج هذا العام والذي يحدد أعدادهم بألف حاج لأداء الفريدة بسبب فيروس كورونا المستجد يعكف العمال على تطهير الأرضيات والأعمدة في الحرم المكي وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ العديد من الإجراءات الطبية التي تكفل الخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية والتي تتطلب إقامة الشعائر وسط ظروف تحقق المتطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحقاق من القائحة تأكد من اشتراطات مكافحة العدوى تكون على أعلى مستوى من تعقيم اليدين بالنسبة للحجاج لبس الكمامة التباعد المكاني التوعية الصحية لهم في الباصات وحتى وصولهم إلى الحجر المؤسسي بمكة المكرمة وللمرة الأولى لن يسمح بدخول حجيج من خارج المملكة لأداء الفريضة وقالت السلطات السعودية إن 70% من الحجاج هذا العام سيكونون من بين المقيمين الأجانب في السعودية و30% من المواطنين السعوديين سيتم اختيارهم من بين العمال في المجال الصحي والأطقم الأمنية ممن تعافوا من الفيروس أنا لا أدري كيف أصف هذه المشاعر في قلبي كما تعرفون أن هذا الركن من أركان الإسلام الحج واختارون الله سبحانه وتعالى أن نكون ضيوف الرحمن لهذا العام وكان وزير الحق والعمر السعودي أكد أن المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة ولا استثناءات لأحد في موسم الحق لهذا العام قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وضفت لجنة في بيان أن من الإصابات الجديدة 41 حالة بمنطقة شينجيونج وأربع حالات من بين الوافدين من الخارج وقالت لجنة أن الصين رصدت 83891 إصابة مؤكدة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 علات وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل نحو 24500 إصابة و555 وفا جديدة بفيروس كورونا في البلاد وفدت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية جديدة بارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى مستوى 2420 إصابة ذكرت الوزارة أن حصيلت الوفيات النجم عن الفيروس ارتفعت إلى مستوى 8704 حالات علات وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5480 إصابة و306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد في ترجع ملموس مقارنة مع أرقام اليومين السابقين وأفدت الوزارة في بيانات جديدة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعد وفيروس كورونا المستجد لتصل إلى أكثر من 390 ألف وضفت أن عدد الوفاة النجم عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 306 حالات ليبلغ 43.680 سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى قرابة 206 ألاف ووضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة تبدأ النمسا في تطبيق قيود مشددة على القدمين من 32 دولة تشهد ارتفاع في إصابة كورونا وتصنف كدول خطرة أكدت وزارة الصحة النمساوية أنه لن يسمح للقدمين من هذه الدول بالدخول إلى البلاد إلا بعد تقديم اختبار CPR سلبي أو الخضوة للحجر الصحي تسبب مراجعة لائحة هذا القرار وتعديل أحكام الحجر الصحي لإرجاء تنفيذ القواعد الجديدة من الجمعة إلى اليوم الاثنين أظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة بلغ 55187 إصابة وهي أدنى حصيلة إصابات يومية للفيروس كورونا منذ الأسبوعين وذكرت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات تخطى أربعة ملايين ومائتين وتسعة وعشرين ألف كما تسبب الفيروس في وفاة نحو 147 ألف بعد تسجيل 518 وفاة جديدة على شركة مدارنا للتكنولوجيا الحيوية أنها حصلت على 472 مليون دولار إضافية من الحكومة الأمريكية لدعم تطوير لقاحها الجديد لفيروس كورونا وضفت الشركة أن التمويل الإضافي سيدعم مرحلتها المتقدمة من تجاربها السريرية بما في ذلك دراسة المرحلة الثالثة الموسعة للقاح المحتمل تسابق دول العالم الزمن من أجل تواصل للقاح فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد وسط مخاوف من تحديات أخرى ربما تعرقل جهود توفير اللقاح وإيصال إهل المرضى بسبب ضعف سلاسل التوريد العالمية تتسابق دول العالم من أجل التواصل للقاح فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد وفيما يبدو أن البعض يحقق نجاحا وتقدما ملحوظا ولا تزال هناك عوائق عدة تواجه العلماء لإنتاج مثل هذه اللقاحات إذ خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ومناطق أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا يطورون أجساما لقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم لكن المشكلة تتكمن في أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط الأمر الذي يثير مشكلات كبرى أمام مطور اللقاحات المحتملة إذ إنه وبحسب خبراء لكي تكون اللقاحات فعالة فإن هناك خيارين إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمدا أو أن يجرى الحصول على اللقاح بانتظام كما تحدث خبراء أيضا عن ضرورة الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة إذ أن الهدف المثالي هو جعل مناعة اللقاح أقوى من المناعة الطبيعية للإنسان غير أن ذلك ربما يمثل تحديا كبيرا على المستوى العملي في تلك الأثناء تحدثت تقارير أمريكية عن تحديات أخرى ربما تعرقل جهود توفير اللقاح وإيصاله للمرضى فوفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية على موقعها الإلكتروني تعتبر سلاسل التوريد العالمية المعنية بإدارة عملية نقل وشحن السلع حول العالم غير مستعدة بعد للتعامل مع التحديات المصاحبة لعملية نقل لقاح فيروس كورونا من مقرات الشركات المصنعة وإيصاله إلى مليارات البشر في مختلف أنحاء العالم إذ تحتاج تلك اللقاحات لرعاية ودقة بالغة في عملية الشحن حيث تعتبر سلاسل توريد اللقاحات أكثر تعقيدا من سلاسل توريد أي معدات أو سلع أخرى فضلا عن تحديات أخرى تواجه نقل لقاح كورونا تكمن في عملية التبريد حيث يوصي خبراء الصحة بضرورة أن يتم حفظ الدواء في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية الأمر الذي يتطلب بعض التقنيات الجديدة التقرير تحدث أيضا عن صعوبة نقل شحنات اللقاح التي تتطلب هذا القدر من الحظر والدقة والتكلفة الباهظة إلى المناطق النائية والفقيرة حول العالم ووفقا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية يوجد أكثر من 160 لقاحا لفيروس كورونا قيد التطوير حاليا حيث تطمح الشركات التي تعد في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية أن يتم إنتاج لقاح آمن وفعال قبل نهاية العام الجاري على الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الوائحية رسول التحقيق في المواجهة التي جرت ليلة أمس في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد بدأ في محاسبة أي مقصر وضفنا القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعد متعرض لأي متظاهر كما أشار إلى أن السفزاز القوات الأمنية هدفه وجرها إلى مواجهة جديدة بدفع من جهات لا تريد العراق أن يستقر كانت الاحتجاجات قد تجددت في بغداد ومدن عراقية أخرى وأقدم عشرات المتظاهرين على إغلاق ساحة التحرير المؤدية إلى المنطقة الخضراء بواسطة العاصمة العراقية أعلن الجيش العراقي أن مستودع أسلحة تابع لقوات الشرطة للتحدي العراقية في ضواحي بغداد الجنوبية انفجر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين وفادت خلية الأعلام الأمنية بحدوث انفجارين متتاليين في قاعدة السقر قرب الطريق السريع الحلة بغداد طلبت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم حركة النهضة ودعت موسي رئيس الحكومة المكلف إلى أن يكون في مستوى المرحلة وأن يشكل حكومة خالية من الإخوان كما أشارت إلى أن تصدي الرئيس قيس سعيد لمخططات حركة النهضة يستوجب التفاف كل القوى الوطنية حوله تبينت ردود فعل الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية حول تكليف الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة خلفاً لحكومة إلياس الفقفاخ المستقيل ففيما رحبت بعض الأحزاب بالمشيشي تحفظت كل من أحزاب حركة النهضة وطير ديمقراطي والتي ارتأت التريث إلى حين العودة إلى هيكلها الحزبية قبل تحديد موقف رسمي من اختيار المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة قال حزب قلب تونس إنه ليس لديه أي تحفظ على المشيشي بينما علاة كتلات ائتلاف الكرامة رفضها له فرصة أخيرة منحا الرئيس التونسي قيس سعيد للأحزاب السياسية والكتابة البرلمانية للاختيار بين التعاوم مع رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي ومساعدته في تشكيل الحكومة الجديدة أو اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة غير مضمونة العواقب في حالة فشل مهمة المشيشي على بعد شهر تقف تونس على حافة الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة لتكتب كلمة النهاية للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والأمنية فالرئيس قايس سعيد الذي اختار المحام هشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة لتشكيل الحكومة المقبلة منحب تلك الورقة الفرصة الأخيرة للأحزاب السياسية قبل اللبوء إلى تلك الخطوة خاصة مع اقتراب انقضاء العام الأول له في الحكم وما زالت البلاد تعاني من حالة عدم استقرار حكومي وهو الذي عبر عنه سعيد في خطاب تكليف رئيس الوزراء الجديد منذ نوفمبر الماضي مشارات من أجل تكوين حكوم وكم من وقت ضاع في هذه المشاورات في تلك الفترة كان البعض فكر في الخروج على القانون والذهاب بالبلاد إلى التفتت والاقتتال فهو واهم فالحفاظ على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه المشيش الذي لم يكن من الأسماء التي اقترحتها الأحزاب على الرئيس سعيد يواجه مهمة صعبة تتمثل في حشد أغنبية في برلمان منقصم بعمق أن هذه الثقة مسؤولية جسيمة وتحدي كبير خاصة في الوضع الذي تمر به بلادنا وسأعمل بإذن الله جاهدا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وفي حال عدم استطاعة المشيش على تشكيل الحكومة فإن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة عبر حل البرلمان القائم بقرار من رئيس الجمهورية الذي لمح في إحدى تصريحاته الأخيرة إلى إمكانية هذا الطرح في حال استمرار تعطل أعماله ومحاولة لمنع انهيار مؤسسات الدولة وتأتي تلك التطورات في وقت تواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة تسببت في ارتفاع نسبة البطالة فوق المعدل الرسمي المعلن والذي يقدر بـ 30% وشهدت خلال الأسابيع الأخيرة جنوب البلاد تحركات احتجاجية ضد البطالة وما يعتبره المحتجون سياسة تهميش أعلن رئيس الأزراء السوداني عبدالله حمدوك تكوين قوات مشتركة ليتم نشوها في إقليم دارفور المضطرب لحماية المواطنين والاستمرار لاشتباكات المسلحة وكدى خلال اجتماعين عقده مع وفد منصقات ملتقى نساء دارفور حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق السلام الشامل بالبلاد في غضون ذلك ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أنه طلق تقارير بمقتل أكثر من ستين شخصاً وإصابة نحو ستين آخرين في حجوم مسلح بقرية في ولاية غرب دارفور وذكر المكتب في بيان أن الهجوم هو إحدى الحلقات في سلسلة حوادث أمنية جرى الإبلاغ عنها وأصفرت عن حرق عدة قرى ومنازل ونهب أسواق ومتاجر وخلفت أضرار بالبنية التحتية كشفت صحيف التاليغرف البيطانية ناردوغان أبلغ الصين بإمكانية تسليمها مسلمين من الإجار عبر دولة ثالثة تقوم بتسليمهم لبيكين وأوضح تحقيق الموسع نشرت صحيفة البيطانية من شهادات أهالي ضحايا مسلمين الإجار أن طوات أردوغان يرجع لأسباب الاقتصادية وعلى حرصية على ضمن استمرار للاستثمار الصيني في تركيا كشف موقع نوردك مانتر السويدي عن وثائق جديدة تفيد بسجن اثنين من المساعدين المقربين الوزير الدفاع خلوسيا كار وبطردهم من الخدمة بزعم توصولهم مع حركة فتحالا جولن وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت ذلك تدعم الوثائق الجديدة تأكيد على استغلال أردوغان للإقلاب المزعوم عام 2016 للتخلص من قيادات بالجيش التركي بتهم مفبركة كشفت صحيفة وود ستريت جورنال الأمريكية أن تركيا شهدت حركة مغادرة سريعة لرؤوس الأموال الأجنبية من السوق خلال النصف الأول من العام الجاري وضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها على إقصاد التركي أن قيمة الأموال التي خرجت من السوق عن طريق الحوالات بلغت سبعة مليارات دولار أمريكية هذا بالإضافة إلى خروج أربعة مليارات أخرى من سوق السندات لفتا إلى أن الليرة فقدت ثلاثة عشب المئة من قيمتها بالرغم من ضخ البنك المركزي للاحتياطات الأجنبية تراجع مستمر لأوضاع الاقتصاد التركي في ظل سياسات أردوان صحيفة وود ستريت جورنال الأمريكية كشفت عن حرقة سريعة لمغادرة رؤوس الأموال الأجنبية من تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري الصحيفة الأمريكية في تقريرها عن الاقتصاد التركي كشفت أن قيمة الأموال التي خرجت من السوق عن طريق الحوالات بلغت سبعة مليارات دولار أمريكية بالإضافة إلى خروج أربعة مليارات أخرى من سوق السندات في وقت فقدت فيه الليرة نحو أكثر من ثلاثة عشر في المئة من قيمتها لتشهد السوق التركي تنسحابا للاستثمارات الأجنبية من برصة اسطنبول مسجلة نسبة أقل من خمسين في المئة وهو أدنى مستوى منذ ستة عشر عاما التراجع الذي يشهده الاقتصاد التركي فاقمت ديون الخارجية لتركيا إلى ربعمائة وواحد وثلاثين مليار دولار بنهاية مارس الماضي لتسجل نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي نحو ستين في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي أوضاع دفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الاعتماني إلى اعتبار تركيا غير جديرة بالاستثمار بعدما حددت الوكالة التصنيف الاعتماني الطويل الأجل لتركيا بالنقد الأجنبي عند مستوى بي بلس والذي يعني جدارة اعتمانية أقل من وتوسطه وبالعملة المحلية عند مستوى بي بي ماينس والذي يعني أنها غير جديرة بالاستثمار قتل خمسة جنود أترك وأصيب عشرة آخرون جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم في مدينة مارسين جنوب تركيا وقالت وسائل أعلام تركيا أن الحافلة والتي كانت تقل الجنود من شمال قبرص انحرفت عن بصارها وتسببت في مقتل جنود الخمسة إضافة إلى سائق الحافلة على المكتب الرئاسي في أوكرينيا عن دخول وقف إطلاق نار شامل حيز التنفيذ واتي وقف إطلاق نار في منطقتين دونستيك ولوهانسك حيث يحارب الانفصاليون الموالون لروسيا الجيش الأوكراني منذ أكثر من ست سنوات بعد فشل ملايق العنشرين محاولة لوقف إطلاق النار بالكامل جذلك بينما اتفق الرئيسان الروسي بلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلنسكي على تعزيز وقف إطلاق نار قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده ترفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعادة ضم روسيا إلى مجموعة السبعة للدول الصناعية الكبرى وشار في حديث لصحيفة ألمانية إلى أن سبب إبعاد روسيا من المجموعة يكمن في سياستها تجاه موضوع القرم والأزمة الأوكرانية كما أضف أن بلاده لا ترى أي إمكانية لدعوة روسيا طالما لم يتم حل هذه القضية وصف ماس العلاقات مع موسكو بالصعبة في الوقت الحالي لكنه وضاف أن برلين تدرك الحاجة إلى روسيا لحل الأزمات مثل تلك التي تمر بها سوريا وليبيا وأوكرينيا أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن إغلاق القنصلية الأمريكية في تشينجدو وذلك في إطار الأزمة بين البلدين كانت الصين قد أمرت يوم الجمعة الماضي بإغلاق القنصلية ردا على قرار الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة يوستن وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بعض الموظفين في القنصلية الأمريكية في تشينجدو يقومون بأنشطة لا تتناسب مع هوياتهم وتدخلوا في شؤون الصين وأضروا بمصالحها الأمنية أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الرأي لدعم كافة المشروعات القومية التي تقوم بها في مختلف المحافظات وجاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو كونفرنس عقده وزير التنمية المحلية مع وزير الرأي محمد عبد العاطي حيث شهد الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون المشتركة وعلى رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بالمحافظات لتقليل الفاقد من المياه حيث أكد عبد العاطي أن الوزارة تسعى للاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الري والحفاظ عليها من التعديات بما يحقق الصالح العام في 27 من يوليو عام 2008 توفي المخرج السينمائي ذا الشهر العالمية يوسف شهين يعد شهين أكثر المخرجين العرب مشارك في مهر جانكان السينمائي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر